في رمضان لأمه رمضان له طابع طول عمرنا في النادي الاهلي في استعدادات خاصة خلي بالك النشاط الرياضي وخصوصا الدورات الرمضانية الكروية حاجة من أجمل الحاجات اللي بتبقى بتحضى يعني بإقبال شديد من الأعضاء طيب انتهت قبل قليل مباراة الأهل والزمالك في الكرة الطائرة الأهل فاز 30 كان الزمالك فاز مبارح 3 اتنين ومن ثم في ختام الدور الاثنين بيحتاكموا أو بيحتاكموا للمباراة فاصلة أبا شمانت أنا كنت قلتلك أن المباراة الأولى سوف ممكن نتلقى فيها صدمة لأن أنا عارف الكثير من الخفاية ولذلك أنا عايزة أقول لحضراتكم حاجة هو مش قاني الأوان بقى مرة مرة لما نسمع كلام حتى مش متأكدين منه كمسؤولين عن الرياضة يحدث تحري لما يتقال إن فيه لعيبة أجانب جد وقيدت للأندية الشهر الماضي ده لأول مرة في غير التوقيت وبدون وصول الشهادات الدولية ويتم القيد عشان يقلبوا خريطة المنافسة فكان النادي الآلي طبعا بيقابل فرقة ما شفهاش مبارح متقدم 2-0 ويخسر 3-2 شيء يعني النهاردة النتاج الأشواط 31-29 و 25-20 و 25-20 برضو يعني تشعر يعني أنا اللي عايز أقوله إن المباراة قوية يا أستاذ ياسر أمر ياسر بيه حدي لك اسم فيه السر كله حسن عابد أنت عارف هو مين وغالبا وأتمنى أنك ما تكونش عارف بيعمل ايه فمن فضلك عايزين نتحرى على القيود التي تمت في الفطرة الأخيرة بالنسبة حالة توقيت طبعا حالة توقيت يا أستاذ بريم إحنا أصبحنا بنمارس كل أنواع الاستثناءات والتجاوزات في نظام الرياضي المصري دون مرقيب أو حسيب و وكأننا يعني خلاص مسألة توجيه البطولات دي أصبحت حرفة ومحدش عايز يحسب عليه وهذا لا يضر منتخباتنا لأن أنت لما تتعود على سهولة أن حد يلم وراك مش بتطلع بطل وقف على رجله أنت بتطلع ناس دايما مستنية المساعدة الغير قانونية فلما بتروح في المجالات ليه مش هتلاقي هذه الرفاهية يعني بتكون الصدمة على حساب المتخبات المصرية أتمنى من فضلكم من فضلكم من فضلكم هقاو وطلعونا غلطانين وطلبوا مننا الاعتذار هنكون سعداء بأننا نعتذر أنه تم قيد بدون وصول بطاقة دولية للعب الزمال تلات لعيبة واحد في نادي واثنين في نادي تاني وطبعا هم أيدوا الواحد اللي في النادي عشان يمرروا الاثنين التانيين فكل يسكت في غير موعيد قيد مش غير موعيد بدون بطاقة بدون وصول البطاقة الدولية بالضبط يعني تنخش على السيستم يبقى لك ما تبعتتش في المعادل المقر وتأيد ولعبوا لعبوا طبعا ده كلام طبيخ ده طبيخ رياضي على كل الاهلي اشتركوا في القناة